أشرت وكالة أنباء السعودية تقريراً تحت عنوان الصين تشارك الفرص التنموية مع العالم العربي أشرت تقرير إلى أن الصين ستواصل تشارك فرص السوق والتنمية مع الدول العربية والدول المنضوية تحت مبادرة الحزام والطريق مشيراً لأنه بحسب تقرير عمل الحكومة حددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند حوالي 5.5% ما يظهر عزم الصين على السعي نحو الانفتاح على مستوى أعلى ودفع النمو المستقر للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي خلال العام الجاي كما سوف تتخذ الصين مجموعة من خطوات للحفاظ على استقرار التجارة الخارجية والعمل على تحقيق أكبر قدر من الفائدة من الاستثمار الأجنبي ودفع التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريقة وتعمق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ومتعدد الأطرف وأكد التقرير أيضا على أن الصين هي أكبر شريك تجاري للدول العربية حيث حافظت التجارة الصينية العربية على نمو مستقر رغم تأثير جائحة كوفيد-19 في الوقت نفسه ازدهر الاستثمار المتبادل بين الجانبين وتواثرت عميق التعاون الثنائي في مكافحة الوباء تزامنا مع جهود الطرفين المشتركة لدفع عجلة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر